بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية الأولية من المؤمل أن تبدأ المفاوضية بتلاقي الطعون والشكاوى من قبل أحزاب وكيانات وتحالفات انتخابية اعتراضا على المخالفات والنتائج مفاوضية الانتخابات أحصت 118 شكوى توزعت بين 55 للتصويت الخاص و 63 للتصويت العام فيما تشير شبكات المراقبة والمؤلفة من عدة منظمات محلية معتمدة لمراقبة الانتخابات في تقريرها إلى تسجيل أكثر من ألف مخالفة متنوعة في يومي الاقتراع العام والخاص أبرز ما كان متعلق بملفات استمرار دعاية الانتخابية وأيضا موجود مسألة تفاوض في تطبيق الإجراءات وعدم كفاءة بعض الموظفين المفاوضية إضافة إلى تدخل للأسف جهات الأمنية بمنع مراقبين ووكلاء كيانات سياسية في أداء مهامهم وثقا للقانون مراقبون انتخابيون دعوا إلى استدراك الأخطاء التي شابت عملية التصويت وسلوك بعض الكيانات والتحالفات والاستفادة منها في الانتخابات المحلية أو البرلمانية المقبلة واحدة من المخالفات التي رصدناها مثلا باجات المراقبة للمراقبين من المنظمات هي نفسها تستخدمها لأحزاب هذه واحدة من المخالفات الكبيرة التي لاحظناها فبالتالي في أي محطة انتخابية كان يسأل المفروض لا يزيد عن أربعة مراقبين من الكافة 6-7 مراقبين مجموعة تنتظر خارج المحطة ومجموعة داخل المحطة ودعت مفوضية الانتخابات وكلاء الكيانات السياسية ووسائل الإعلام إلى حضور عمليات التدقيق في كل مركز وطني تابع لها في جميع المحافظات إذ ستبدأ عمليات العد والفرز اليدوي الخميس لتستمر عدة أيام بهدف حسم نتائج ما يمثل نحو 6% من مجموعة الأصوات وتليها بعد ذلك مرحلة إعلان النتائج النهائية مخالفات خضراء وصفراء سجلتها فرق مراقبة الانتخابات المعتمدة لدى المفوضية لم يصل أي منها إلى الحمراء بما يستوجب إعادة الانتخابات أو التحقيق فيها سرمد القاصة الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر